إذن نحن نتحدث عن إنه بالفعل لا فضل لعربيين على أعجمي ولا لعجميين على عربي إنما المؤمنون إخوة نصائح كبيرة وهما تأتي من دن الحنيف دن الإسلامي الذي نعتز بالانتماء لهم نحن والأتراك وكل شعوب العالم الإسلامي لذلك بالفعل علينا أن نتمسك به ونحن نواجه محاولات زرع الفتنة بين الأتراك والسوريين في الأولى الأخيرة وهو أمر مرفوض شكلا ومضمونا من قبل كثيرين لأنه مع الأسف الشديد هذا يضر بمصلحة الدولة التركية هذا يساهم في إسقاط الدولة التركية دولة تركية الآن لها باع كبير في كثير من القضايا سواء الإقليمية أو الدولية تركيا لها قاعدة عسكرية في كثير من الدول تركيا الآن تصدر كثير من آلياتها العسكرية لكثير من الدول إذن نتحدث عن تزايد لنفوذ التركي في دول كثيرة تزايد لنفوذ التركي في القارة الإفريقية ما تبعناه من تدعيم الجيش في تشاد بآليات عسكرية ومدرعات تركية ما رأيناه من حمل العالم التركي من قبل المتظاهرين في النيجر ما يحدث في القارة الإفريقية من تزايد الاستثمارات التركية في هذه المنطقة يدلل الآن على القوة الكبيرة التي تتمتع بها الدولة التركية ما حدث في إقليم كربا بين أذربيجان وأرمينيا والدعم العسكري التركي يدلل على هذا الأمر ما يحدث في ليبيا ووجود بعض من المستشارين العسكريين الأتراك في ليبيا يعطي هذا الانطباع ما يحدث في قطر من حالة التوطيد في العلاقات بين تركيا وقطر بالفعل يعطي انطباع بأن هذا الأمر الآن يدلل على أن الدولة التركية يزداد نفوذها بشكل كبير الآن كل الأعين والأنظار تتجه ناحية أردغان وهذا اللقاء المرتقبة الذي يجمع رئيس تركي برئيس روسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو من أجل إنقاذ ما وصفه كثير من المحللين والمتابعين إنقاذ العالم من مجاعة اشتركوا في القناة